صباح الخير وحشتوني يا حبايبي الحلوين قلولي يبقى كام واحد منكم النهاردة قام من نوم الصبح غسل وشه وإيده وصنانه ومن غير ما ماما تقول لوحده راح غسل إيده وصنانه ووشه اللي عمل كده براف عليكم تعالوا معايا نسمع حدوتة جديدة النهاردة وبرنامجكم ماما رانيا وحدوتة تانية حكايتنا النهاردة ياولاد عن ولد اسمه بيتر بيتر كان عنده أربع سنين بس ولد زي السكر كان نشيط جدا وكان ولد متميز قوي إنه رغم صغر سنه إلا إنه ولد نظيف جدا وكان أول ما يقوم من نوم كل يوم الصبح كان يجري على الحمام كان يغسل إيده ووشه ويفرر سنانه كام واحد فيكو بيغسل سنانه طب كام واحد فيكو بيغسل سنانه كل يوم الصبح الحقيقة بيتر كان ولد حلو قوي كل يوم الصبح قوي ما يقوم ويخش الحمام كان يغسل سنانه من غير ما ماما تقوله ودي كانت ميزة كبيرة قوي في بيتر وفي يوم من الأيام بيتر استنى مامته تيجي عشان تساعده ما لقاش موجودة كانت مجهولة جدا في البيت فقرر إن هو هيخش الحمام لوحده هيخسل إيده ووشه واسنانه وكل دا كان سهل إلا معجون السنان قعد مسك المعجون بتاع السنان وفضل يدوس عليه علشان ينزل معجون ويدوس عليه مش عايز ينزل وبيتر عمل مجهود كبير قوي وفضل مسك المعجون الأنبوبة ويدوس عليها من فوق ومن تحت ومن النص بس برضو المعجون مش عايز ينزل بيتر ما كانش عارف يتصرف إزاي واند صغير وعنده أربع سنين وعمال يحاول يمسك الأنبوبة بتاعت المعجون وعمال يدوس عليها مش عايزة تنزل فاضطر إن هو يستعمل القوة شوية فضل يدوس يدوس وفجأة المعجون نزل من الأنبوبة وملل الحمام كله وبهدل الأرض وبهدل الحود والبنيو والتوالات وكل الدنيا في الحمامة تبهدلت خالص بيتر اتفاجئ ما كانش عارف يتصرف إزاي ما كانش عارف يعمل إيه فكل اللي فكر فيه قال أنا مش عايز ماما تشوف المنظر ده وتزعل مني عارفين يا ولاد عمل إيه؟ عمل حاجة غريبة جدا مسك الأنبوبة بتاعت المعجون وفضل يحاول ياخد المعجون ويدخله تاني جواها ياخد من المعجون ويدخل تاني جواها انتو بتتحكوا؟ انتو يعني شايفين إن هو موقف مضحك وأنا نفسي اتحكت لما سمعت كده بس ماما ما دحكتش ماما كانت زعلانة ماما كانت متضايقة لأن الدنيا كلها في الحمام اتبهدلت من المعجون وما كانش المفروض إنه ده يحصل لكن بيتر علشان كان شديد شوية على المعجون بهدل الدنيا في الحمام بس يا ولاد ماما جات قالت له على فكرة يا بيتر انت كان ممكن تستنى شوية كان ممكن تستنى لما أنا آجي وأنا أساعدك بس تعرف اللي أنا فارق معايا أكتر إن انت كان المفروض حتى لو المعجون بهدل الأرض وبهدل الحوض وبهدل كل الدنيا كان المفروض تيجي تقول لماما لأنه أكتر حد بيحبك قوي حتى وإنت بتعمل أخطاء كتير هو ماما وأكتر حد هيساعدك إنك تتغلب على أي مشكلة عندك هو برضو ماما يا ولاد النهاردة عايزين نتعلم إنه أي حاجة غلط نعملها أي مشكلة نقع فيها لازم يكون عندنا شجاعة كافية إن إحنا نروح نقول لماما لأنه ماما هي أكتر شخص بيحبني قوي وبابا كمان أكتر شخص بيحبني قوي بيهتم بيا فبابا وماما لو أنا عملت أي مشكلة برضو بيحبوني ما حبتهم لي عمرها ما هتقل واهتمامهم بيا عمره ما هيقل أيوة ممكن يزعق لي أيوة ممكن ماما تعقبني لكن الاتنين بيحبوني قوي بابا وماما أكتر اتنين مهما عملت أي غلط ومهما عملت أي مشكلة حتى لو وقعت في مصيبة كبيرة اوعى تنسى مهما حصل لازم ترجع لبابا وماما ما تحاولش ترجع المعجون جوه الأنبوبة تاني زي ما بيتر عمل بيتر كان ولد صغير بس إحنا النهار ده لازم نعرف أنه أي غلط أعمله لازم أرجع مرة تاني لبابا وماما وأقول له الحقني يا بابا أنا غلطت سعيدني يا بابا وسعيدني علشان أصلح الغلط اللي حصل دوت وديني قدرة علشان ما قررش الغلط ده مرة تاني مين عايز يعمل زي بيتر ومين عايز يتعلم من بيتر وما يقررش الغلط اللي بيتر عمله تعالوا نشوف كتاب المؤدس بيقول لنا إيه يا أولاد في رسالة كورونسة الأولى وأصحاح عشرة وعدد 31 بيقول إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون أي شيء افعلوا كل شيء لمجد الله الآية دي مهمة قوي حتى وإحنا صغيرين لازم نعرف يعني إيه في كل حاجة نعملها نمجد الله في عدد صحية مهمة قوي لازم نتعلمها النهاردة مهمة قوي إنه كل الأولاد الصغيرين ياخدوا بالهم كويس قوي يكونوا زي بيتر ويهتموا بأنهم يخسلوا قديهم يخسلوا رجليهم باستمرار نخسل سناننا يا أولاد سناننا لازم دايما تكون نظيفة وأي حد فيكم يبتسب أشوف سنانه كده بتبرق وسنانه بيضة كده وناصعة البياض لأنه الولد النظيف والبنت النظيفة دايما بتدي راحة نفسية للشخص اللي قدامها ودايما يا أولاد افهموا إنه كل ما الشخص يكون نظيف كل ما يكون فعلا بيمجد ربنا زي ما كتاب المؤدس بيقول طيب النهاردة عايزين نتعلم العادات الصحية المهمة قوي العادات الصحية زي ما اتفقنا فيها النظافة وفيها برضو الالتزام بحاجات كتير مهمة يعني مثلا ما ينفعش إنه أشوف حد ماشي في الشارع وبيبيع أكل مكشوف وأجري عليه وأقول أنا جعانة أنا عايزة أخد منه ما ينفعش يا أولاد لأنه الأكل ده بيكون مكشوف الحاجات اللي بتتبع في الشارع بيبقى جيه عليها دبان وجيه عليها تراب ما بتبقاش نظيفة ما بتبقاش إيه مناسبة وصحية لجسمي فما ينفعش إن أنا أكل أي حاجة من الشارع لازم اهتم قوي إن كل أكلي يكون من البيت الحاجة كمان اللي أنا عايزة تاخدوا بالكم منها قوي إنه الولاد الصغارين دلوقتي بقى معاهم دايما موبايلات وتابلت وحاجات كده تكنولوجيا عالية قوي خدوا بالكم إن استخدام الحاجات دي كتير مش صحي والحاجات دي بتسبب بعض التلف في خلايا المخ بتاعتنا وإذا إحنا كنا عايزين نمشي حسب الكتاب المؤدس ناكل ونشرب وكل تصرفاتنا تكون بتمجد الله يبقى إحنا لازم نهتم بأنه استخدامنا للتكنولوجيا دي يكون إيه مناسب يعني ما ينفعش أطول في استخدام الموبايلات والإنترنت والتابلتس والحاجات دي كلها لأن كل الحاجات دي لما بتزيد عن حدها ما بتبقاش حاجة كويسة طيب في أولاد مامتهم دايما بتشتكي إنه هما بيأكلوا حاجات كتير من برا زي الشيبسي والشوكولاتات والحاجات اللي زي كده إحنا كمان لازم نهتم بإنه أنا عارفة إن الحاجات دي طعمها حالو وشاهية جدا بس خدوا بالكو يا ولاد إنه عشان تكون صحتنا كويسة لازم نهتم إن إحنا ناكل خضار وفاكهة كتير ونقلل بقدر الإمكان من أكل الحاجات اللي زي كده من برا الولاد اللي بيأكلوا الحاجات دي بعد سنين معينة من عمرهم صحتهم ما بتبقاش كويسة صحتهم ما بتبقاش كوية زي الأولاد اللي بيأكلوا أكل صحي من جوه البيت اهتموا جدا بإن كل أكلكم يكون صحي كل عادتنا في البيت وفي الشارع تكون نظيفة نكون مهتمين جدا بدوافر إيدينا كلنا لازم نقص دوافرنا ما نسيبش أي وساخة في دوافرنا ونهتم جدا بإنه مظهرنا يكون دايما إيه نظيف جدا تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية بتقول إنه طول ما أنا ماشي مع يسوع فرحي إيه بيزيد طول ما أنا ماشي ومتأكد إن أنا ماشي صح وبستمتع جدا بعلاقة كويسة قوي مع ربنا فرحي إيه بيزيد ومع يسوع ما فيش تاني رجوع تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة الحلوة دي فرحي إيه بيزيد وإنا ماشي مع يسوع فرحي إيه بيزيد وإنا فيش تاني رجوع فرحي إيه بيزيد وإنا ماشي مع يسوع فرحي إيه بيزيد وإنا فيش تاني رجوع وأحبه في الصبح لما أشوف الشمس طلعا وأحبه بالليل لأنه خفاله مني ولو في يوم من الأيام أحس إني متجايد أفتكر إنه حبيني وبيحبيني على طول فرحيبي وأنا ماشي مع ياسود 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 بحبه في الصبح لما أشوف الشمس طلعا بحبه بالليل لأنه خفاله مني ولو في يوم من الأيام أحس إني متجايد أفتكر إنه حبيني وبيحبيني على طول فرحيبي وأنا ماشي مع ياسود 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 يا أولاد أتمنى تكونوا انبسطوا من الترنيمة بتاعتنا النهاردة وأتمنى أنتوا تكونوا ركزتوا كويس قوي في العادات الصحية اللي احنا تكلمنا فيها النهاردة وإنكم تهتموا جدا إنه كل شيء نعمله يكون لمجد اسم الله وإهتموا جدا بكل كلمة قلناها النهاردة في حياتنا الصحية وفي حياتنا اليومية لأن هي دي اللي بتخلي لنا جسد فعلا بيمجد اسم الله خدوا بالكم من أكلكم من شربكم من علاقتكم مع بعض إنه إيدينا تكون نظيفة باستمرار إنه وشنا يكون باستمرار نظيف ومفتهج ومفتسم وإنه تكون كل حاجة منها كلها إيه نظيفة وإهتموا قوي إنكم متاكلوش حاجة خالص من الشارع علشان الأولاد الصغيرين اللي بيهتموا بكل حاجتهم وهم صغيرين وبعاداتهم الصحية بيكبروا وهم بعادات صحية كويسة وجسمهم بيبقى حلو عضلات كوية جدا وش مبتسم وصحة كويسة جدا ويكون كل حياتهم بتمجد اسم الله فتكروا إنه لما نشوف حد بيأكل حاجة من الشارع نقوله بلاش تاكل حاجة من الشارع ولما تشوفوا حد إيدي مش نظيفة شجعوا إنه يروح يخسل إيدي لما تشوفوا حد بيعمل أي حاجة مش كويسة اهتموا إنكم تشاركوا معاه الحاجات دي وقولولوا إن إحنا كلنا كأولاد الله لازم نكون بنتمتع بصحة كويسة وبعقل كويس وبشكل كويس ومظهر كويس لأن أولاد الله دايماً بيعملوا إيه؟ بيمجدوا اسم الله أشوفكم بكرة وحلقة جديدة ومع حكاية جديدة وماما رأني اشتركوا في القناة